السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية السيدات وساد الحضور الكريم نمضي بإرادة قوية نحو الجمهورية الجديدة جمهورية تأسس بنيانها بأساس صلب وضعت حجر أساسه القيادة اللاسياسية منذ إعلانها أنه لا تقدم سوى ببنية تحتية قوية هي العمود الفقري للتنمية المستدامة للدولة المصرية أعوام من العمل الدؤوب وجهد لم يتوقف كانت المحصلة التي لا تخطئها عين مشروعات عملاقة لإرساء دعائم الجمهورية الجديدة بهذه الرؤية نحو مستقبل مشرق والتي اتحدت معها سواعد أبناء الدولة المصرية نحن اليوم أمام إنجاز جديد يؤكد بأن الذي كان أشبه بالحلم تحقق بالإرادة السياسية القوية التي سابقت الزمن بخطوات مثمرة وناجحة وواثقة بأن القادم أجمل وأفضل بإذن الله يحدثنا عن هذا المشروع الضخم العقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس وإن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبون الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم صدق الله العظيم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة السادة الحضور بالأمس القريب عندما حملت سيادتكم مسؤولية هذا الوطن وقررت سيادتكم أن تعيد بناءه لتحقق للأمة المصرية آمال الحياة الكريمة واستقلال القرار كان هناك الكثيرون في الداخل والخارج يرتلون آناء الليل وأطراف النهار الرجيف الخوف والفشل وكانت هناك قوى سياسية واقتصادية تلعب دور الحيلولة دون أن يتم الله لسيادتكم ما أردته لمصر وشعبها من عزة وكرامة واكتمع هؤلاء وهؤلاء على أن يزرعوا في نفوسنا خشية الفشل ومظنة عدم النجاح ولكن سيادتكم احتسبت عملك عند المولى تبارك وتعالى وانطلقت بنا ومعنا على عمل دؤوب وجهد لا يفتر وعزيمة لا تلين عمل وعرق ودماء فصدق رسولنا الكريم عندما قال لا تزال فئة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذ لهم إلى يوم القيامة إن المصريين كانوا دائما على مدار تاريخهم الطويل الضارب بعنق في تاريخ أعرق الأمم ينهضون بالأعمال العظيمة والقليلة وها نحن اليوم على أرض الواقع الصلبة القوية الدائمة الثمر التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها نباهي الدنيا بأسرها بما أنجزناه في سنوات قليلة في جميع ربوع الوطن من مشروعات زراعية وصناعية عملاقة سيادة الرئيس تعلمنا من سيادتكم أن الشعب والقوات المسلحة منصهرون في بوطقة واحدة فكان هذا مبدأنا في جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وانصهرنا جميعا مدنيين وعسكريين في كيان واحد كما نود أن نؤكد لسيادتكم أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لا يعاهدكم ويعاهد مصر على استمرار العمل ليلا ونهارا رفعين شعار الجهد المخلص والجهد المتواصل من أجل إتمام آمالي وطموحات الشعب المصري في غذاء آمن واكتفاء ذاتي من زراعة أبنائه في أرضه الطيبة واسمح لي سيادتكم أن أتقدم بعرض مراحل تطور مشروعات جهاز مستقبل مصر وخطته وأهدافهم إن شاء الله يا فندم بإذن الله لدينا محتويات العرض يعني نحن هنا نشرح التكامل في الإنشاءات وفي أنواع الأنشطة المختلفة للجهاز مشروعات زراعية ومنطقة صمعية وفروة حيوانية وتنمية عمرانية والقوة عاملة وقطاع خاص والشاركة مع القطاع الخاص ومقاومات النجاح وشركاء النجاح ومستقبل مصر في أرقام نحن هنا حضراتك بنتكلم على مفهوم التوسع الشامل وبنتكلم ليه سيادتك أو ليتم هذا القطاع أولوية كبيرة في النطاق الاقتصادي نحن بنتكلم على قطاع يمثل 15% من الناتج القوم المصري يحتوي على 25% من الأيد العاملة في جمهورية مصر العربية إجمال صادرات الحاصلات الزراعية والتصنيع الزراعي قدر بتسعة مليار دولار وحنوضح دور الجهاز في كل هذه العناصر مخطط الدولة إضافة 4 مليون فدان نحن هنا فندم جهاز مستقبل مصر بنتكلم عن تدرج المساحة المستهدفة للإستصلاح مرور سريع من 2018 حتى 2024 وما هو المستهدف في 2027 نحن بداية 30 ألف فدان وانتهاء مستهدف إن شاء الله لـ 4.5 مليون فدان استصلاح حضراك إحنا هنا فندم بنتكلم عن المشروعات الزراعية جهاز مستقبل مصر عنده عدة من المشروعات الزراعية الموجودة إحنا بنتكلم فيه البكورة هي الدلتة الجديدة وسيناء والسادات والمينيا وبنسويف والكفرة والدخل العوينات وحنتحدث هنا إحنا ليه انطلقنا فيه الصحراء الغربية إحنا هنا بكورة التنمية فندم كانت سيادتك من المكان اللي إحنا موجودين فيه على محور تحية مصر هي الدلتة الجديدة وهي تمثل 2.2 من 10 مليون فدان وهنا بنبين حجم وضخامة الإنفاق الاستثماري في هذا القطاع من شبكات وبسترات وطرق ومحطات كهرباء وأيضا هدرات أعمال صناعية وأجهزة ري محوري وحنتطلع في هذا العرض برضو شركاء التنمية وكل جهات الدولة تكتفت من أجل إنجاح هذا المشروع احنا بنتكلم هنا على مشروع الدلتة الجديدة بنتكلم على مرحلة أولى كانت على المياه الجوفية بنتكلم على مرحلة تانية حضرتك هنا احنا بنتكلم على التحدي كبير بعد ما عرضنا على السيادتك التحدي اللي كان واجهنا من المياه الجوفية والسيادتك وجهت بفكرة معالجة مياه الصرف الزراعي واستخدامها بدلا من إهضارها وإرمائها في البحر المتوسط عن طريق البغاز وهنا يعني بالتعاون لدور كبير وبنبرز دور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في النهية قامت بدور كبير في موضوع المساري الناقل لأكتر من مية ستة وستين كيلو لمحطة معالجة تقدر بسبعة ونص مليون متر مكعب وهي تعد أكبر محطة في العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعي فاحنا هنا قدام برضو تحدي كبير والمفروض ان احنا ان شاء الله انتهاءا في عشرين خمسة وعشرين حيكون المسار ده بالكامل دخل مؤمدة عليه مساحة زراعية مستصلحة اثنين واثنين من عشر مليون فدان فهنا الخريطة قدام حضراتكم بتبين حجم اولا الجزء اللي فيه ده ده صورة من الامار الصناعية بتبين حجم الزراعات وتوسع الرقعة الزراعية الموجودة في طريق محور الضبعة تقريبا افندم احنا هنا تقريبا حوالي مية اربعة واربعين كيلو على طريق محور الضبعة مشروع المينيا وبني سويف هنا حضرتك فندم قدام زيادة الايد العاملة وستك دايما بتوجه بفكرة قبل اقتصاديات المشروع ان احنا ازاي نحد من البطالة ونزود من الايد العاملة وعشان يخشوا في سوق العمل ويكتسبوا خبرات كثيرة فاحنا هنا بنتكلم على اثنين وستين فدان على طريق السوت الشاري بنتكلم على حجم انفق ضخم بنتكلم برضو احنا عن محافظتين في المينيا وبني سويف مشروع سنابل سونو هو ايضا احنا بنتكلم على مدينة اسوان وهي يعني افضل القطاعات الاقتصادية فيها وقطاع السياحة وسيادتك وجهت ان احنا نضيف قطاع زراعي هناك عشان نزود من الايد العاملة ونحد من البطالة في مشروع لستمائة وخمسين الف فدان وكما هو موضح امام حضراتكم حجم البنية التحتية العملاقة التي يتم تنفيذها الان قطاع الساداتة فندم احنا هنا امام قطاع من افضل اراضي الزراعية من حيث التصنيف الحقلي ومن حيث المياه الجوفية وافضل قطاع في عوائده المالية وايضا احنا امام مشروع اخر في الدخلة والعوينات وكنا فندم يعني بعد موزارة الري كانت اوسط بوجود خزان جوفي في منطقة الدخلة العوينات وكان لسا يعني كان فيه فكرة ان احنا حنعمل ابار استكشافية سيادتك وجهت ان احنا نبدأ باول 15 الف فدان بدلا من ان يكونوا ابار استكشافية فقط والدراسات يعني تاخد وقت طويل سيادتك وجهت ان هما يكونوا 15 الف فدان بدلا ما هو استكشافي تكون ابار انتاجية والحمد لله المعدلات ومعدل الاستعادة ومعدلات التصرفات المائية الحمد لله كانت جيدة واوصينا بعد ذلك ان احنا سيادتك بناء على التوجهات ان احنا نتوسع ل 660 الف فدان وحاليا احنا بننفذ مشروع الكفرة حاليا سيادتك تحت الدراسة لمشروع 600 الف فدان احنا امام مشروع يقع على الخزان النوبي والتصرفات المية اوسط بيها وزارة الرأي حاليا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بعد توجهات سيادتك بتشرف حاليا وبتنفذ طريق بطول 200 كيلو عشان نقدر ندخل المعدات ونبتدي الشغل ان شاء الله من اغسطس القادم ايضا سيادتك احنا امام الصوبة الزراعية باللهون احنا هنا برضو امام تحدي كبير سيادتك ليه مع المية المياه مورد نادر غير متجدد ودائما سيادتكم بتوصو بان احنا نستخدم فكرة ان المية او الصوبة محطة تحلية فاحنا حاليا فاندم بننفذ مشروع 12 الف فدان احنا في محافظة من الاشد احتياجا وهي تقع بين الفيوم وبني سويف طبعا حجم العمالة اللي موجود هناك فاندم سواء العمالة المباشرة او الغير مباشرة كثيف المشروع فاندم يعني بينتهي خلال ايام قليلة خلال 30 يوم يتم الانتهاء من المشروع وهنا برضو حنبرز دور التنفيذ والتشغيل على التوازي احنا هنا حاليا بدأنا نزرع حوالي 60% كل المساحات اللي دخلت الخدمة ان شاء الله فاندم الحمد لله تم زراعتها واحنا هنا بنوضح حجم الانفق الاستثماري ايضا من كلاسترات وصوب احنا عندنا 1120 صوبة بنتكلم عن صوب اسباني بنظام الهاي تكنولوجي وايضا بنتكلم على صوب مصري الصوبة الاسباني تقريبا حوالي 6-6 فدان والصوب المصري بتاكهيكتار مساحتها بنتكلم على مسترات بنتكلم على محطة كهرباء 60 ميجا فولت امبير ايضا افندم احنا هنا في محور الضبعة بعد التوجيهات بالتوسع في الصوبة الزراعية وصوبة الهايدروبونيك للحفاظ على المخزون المائي وعدم اهضاره وزيادة الانتاجية احنا بنتوسع ايضا في محور الضبعة وايضا حنصلت الضوء هنا ليه التوسع في محور الضبعة في المنطقة اللوجستية تحديدا وبجوار اكبر سوق موجود في مصر على مساحة حوالي 500 فدان برضو بنتكلم على صوب 690 وعدد ضخم من محطات الرفعة وايضا من البنية التحتية احنا هنا سيادتك قدام 150 الف فدان جهاز مستقبل مصري بيديرهم في ربوع الوطن في اماكن متنسرة ومتفرقة في الاسماعيلية سيادتك وفي اسوان وفي اسيوت وفي انا في اماكن متفرقة في جمهورية مصر العربية والحمد لله سيادتك من العمل البشري احنا دائما بنحاول ندخله في سوق العمل والحمد لله يعني فيه تميز وفيه اكتساب لخبرات كبيرة جدا في هذا القطاع احنا هنا سيادتك فندم سيادتك واجهة لجهاز مستقبل مصر بانه هو يساهم وهذا كان شرف كبير جدا للجهاز انه يساهم فيه تنمية سيناء واحنا هنا امام مشروع ضخم جدا ايضا احنا امام محطتين من محطات المعالجة للصرف الزراعي احنا امام محطة بحر البقر 5.5 مليون متر او تحديدا 5.6 مليون متر مكعب تصرف احنا هنا بنجيب من ترعة السلام وبندخلها على الشيخ جابر وعندنا 3 مشروعات اولا في رابع عبير العبد مشروع شمال سيناء ويساعدتك دائما افندم بتوجهنا بيه احداثة تنمية الشاملة كما تم تنفيذها في الدلتة الجديدة وان شاء الله ده يكون نموذج من الدلتة الجديدة يتم تطبيقه في سيناء احنا هنا بنتكلم على وسط سيناء عندنا مساحة كبيرة في وسط سيناء حوالي 450 ألف فدان وايضا احنا بنتكلم على محطة معالجة المحسمة اللي هي تقريبا 1 مليون متر مكعب سيناء تكيوم احنا هنا فندم بنتكلم على مستقبل مصر في حجم الاستثمار الضخم كفاءة وسرعة التنفيذ احدث نظم تشغيل وبنتكلم على حجم انفاق استثماري ضخم جدا على مستوى المشاريع وليه برضو فندم نعني هنا ليه بنقول التنوع الجغرافي التنوع الجغرافي له فوائد اقتصادية كبيرة من تنوع الانتاج وتبكير الانتاج ايضا والأيد العاملة وخروج يعني الذين يعيشون سيادتك مصر تقريبا احنا عايشين على 9% من المساحة الإجمالية فمع التنمية الشاملة هيحصل خروج للمواطنين لهذه الأماكن في الصحراء الغربية وده توجهنا سيادتك وفقا للتوجهات الصادرة من سيادتك فندم احدث نظم تشغيل احنا قدام انظمة كتيرة جدا احنا بنستخدمها سواء في انظمة الادارة احنا كل يوم بنطور من نفسنا في انظمة الادارة سواء الادارة المالية او الادارة الفنية وايضا بنتكلم على الادارة الفنية فاحنا بنتكلم عن منظومة كبيرة جدا للإسكادة سيستم التحكم في المياه والطاقة لان ده امر كبير جدا المياه والطاقة في هذا المشروع تمثل 30% سيادتك من التكلفة اللي احنا سيادتك بنتكلفها اثناء الـ Operation Cost احنا بنتكلم على 12000 جهاز ري محوري اعمال صناعية عديدة جدا 1050 بنتكلم على 1500 كيلو مسارات نقل مياه بنتكلم على 23 محطة كهرباء وحنبرز دور وزارة الكهرباء وشركاء التنمية فيما يقوم به الجهاز من تنفيذ بنتكلم على 3 محطات معالجة تحدي كبير للمياه بنتكلم على 8000 شبكات ري و12000 كيلو طرق خدمية و50 محطة رفع احنا هنا فندم حبينا نسلط الضوء على جهاز مستقبل مصر الماضي والحاضر والمستقبل احنا هنا بنتكلم على أمح 10 الـ 12 مليون طن استراد سنوي لجمهورية مصر العربية الجهاز ساهم خلال الست أعوام بمليون تقريبا ومية بنتكلم في 324 مليون دولار ايضا هنا 2.2 مليون طن سكر انتاج سنوي عندنا عجز ساتك فيه ويعني دائما في السكر تقريبا من 700 ل800 ألف طن بنستوردهم من الخارج الجهاز كان ليه دور كبير جدا فيه الزراعات الآلية وجهاز مستقبل مصر يمثل 70% من الزراعات الآلية في جمهورية مصر العربية بنتكلم عن فرصة بديلة واحلال وريدات بمليار 375 ايضا الدورة بنتكلم عن 360 مليون دولار ايضا البصل بنتكلم على 600 ألف طن مصر بتصدرهم سنويا وبتنتج 3 مليون طن وبنستهلك احنا حوالي 2 مليون طن بنتكلم عن 900 مليون دولار احلال وريدات ايضا البطاطس بنتكلم عن من 800 ل900 ألف طن مصر بتصدرهم احنا عندنا حوالي حضرتك انتج خلال 6 أعوام 3 مليون طن مليار 350 مليون نجح جهاز مستقبل مصر بالتعاون مع القطاع الخاص في تحقيق 4.3 مليون دولار عفيها زيل في الفترة السابقة عن خلال الست أعوام ما بين فرصة وفرصة بديلة لاحلال وريدات وصدرات في محاصيل استراتيجية وخضر وفاكها خلال الست أعوام السابقين المنطقة الصناعية احنا هنا فاندم قدام حاجة مهمة جدا وهو دايما اما بنتكلم عن هرم القيمة المضافة من الناحية الاقتصادية كل ما يعني صعدنا للأعلى احنا محيط التكلفة الاستثمارية بيقل فاحنا هنا بنتكلم على قيمة مضافة والعائد على الاستثمار بيزيد احنا نتكلم على حجم كبير جدا كنا ذكرنا في هذا العرض احنا صادرات بتسعة مليار دولار منهم ستة ونص بس او اسف فاندم خمسة واربعة من عشرة خاص بس من التصنيع الزراعي احنا قدام الاستفادة من المحاصيل الزراعية المحلية المنتج اللي احنا بننتجه تلبية متطلبات السوق المحلي وعايزين نصلة سادتك الضوء هنا ان سادتك دايما بتوجهنا بان احنا دايما التكاليف الاستثمارية الكبيرة والمشروعات الضخمة تتكلفها الدولة عليه وعلى المواطن وعلى الدولة المصرية وده دورنا سادتك في الحجم الاستثماري الكبير اللي ما بيقدرش عليه المستثمر من القطاع الخاص تكلم على استهداف اسواق خارجية وتصنيع زراعي وشراكات مع القطاع الخاص ينفذها الجهاز التصنيع الزراعي سادتك بالدلتة الجديدة احنا فاندم عندنا تلاتة مرحلة اولى بنتكلم على تلاتة واربعة مليون طن خام وده رقم كبير في المرحلة الاولى انتهاء ان شاء الله سادتك في سبع خمسة وعشرين لهذه المرحلة احنا بنتكلم على مصنع مركزات برتقان ورمان وانحنا هنا طبعا فاندم بنتكلم عن نظم الادارة الحديثة ودايما احنا بنعمل فيزابيلة استادي قوية جدا لانشاء كل هذه المصانع بعد التوجهات اللي بتصدر من فخامتك فاندم احنا بنتكلم على 250 الف طن خام 26 الف طن انتاج تام البرتقان والرمان تحديدا احنا عندنا طبعا اي مصنع بنعمله بنحب نعظم الاستفادة منه على مدار الاثناشر شهر ليه علاقة بتوقيتات الحصاد عندنا البرتقان حصاد يناير وفبراير ومارس وابريل فعشان نعظم الاستفادة من الكوادر البشرين اللي موجودة داخل المصنع فييجي بعد ذلك الرمان بيبقى الحصاد بتاعه في شهر تسعة وعشرة وحداشر واثناشر عشان نحقق اعلى قيمة مضافة من هذه المصانع مصنع الخضار المجمد بنتكلم عن 30 ألف طن انتاج تام مصنع البطاطس بنتكلم عن 80 ألف طن 45 ألف طن انتاج تام بنتكلم عن 7.2 من 10 طن ساعة خط انتاج واحنا هنا فندم هنصلط الضوء على حيطة بس ستك حجم تجارة السوق العالمي في البطاطس النصف جهزة هو 17 مليار دولار يسعى وفي عشرين 32 حيصل ل31 مليار دولار يسعى جهاز مستقبل مصر انه ياخد شير من الحصة العالمية بنتكلم على مصنع سكر 2.5 مليون طن وهنا فندم احنا بنلقي الضوء على حيطة معينة بعد يعني بالتواصل دائما ومراكز البحوث الزراعية ووزارة الزراعة احنا هنا دائما موعيدة الزراعة البنجر بتتم في شهر من أول شهر 19 أو 11 المصنع ده انتاجه 12 ألف طن بيستقبل 12 ألف طن يوم احنا هنا هنعظم الاستفادة ان احنا هنبتدي نزرع بنجر من شهر 7 أو 8 بعد البحوث الزراعية اللي تمت وبعد التجارب اللي تمت على الارض ان احنا نقدر نعظم الاستفادة بدل ما المصنع يشتغل 160 يوم نقدر نشغله 250 يوم فبالتالي عظمنا من الطاقة الانتاجية والكوادر البشرية الموجودة امام تلاجات تبريد 90 ألف طن وستك اصدرت توجيهات بزيادتها امام مصنع علف وانتاج ده جني بنتكلم على 150 ألف طن منتج بنتكلم على مصنع نشا وجلوكوز بيستخدم فيه صناعات عديدة جدا ايضا بنتكلم على مصنع توم وبصل مجفف جهاز مستقبل مصر هو تنمية شاملة سيادتك فيه كشتة المجالات بنحاول نعظم الاستفادة طول الوقت لتحقيق أعلى عائد لصالح الدولة المصرية والمواطن احنا نسا تكلفتنا فاندم بإدارة التصنيع الزراعي بأهوة فينا وتم دراسة الموقف بالشراكة مع وزارة التموين احنا امام عدة مصانع وامام انتاج ضخم 385 ألف طن تقع هذه المنطقة بمدينة السادات احنا هنا برضو ايضا امام 30 ألف طن منتج تام امام سيادتك فواكه 94 ألف طن امام تمام تم 26 ألف طن امام حضرتك هنا مصنع المربى والصلصة امام 28 ألف طن و25 ألف طن ومصنع العصائر وهنا بيتم الدراسة ان احنا سيادتك نخرج من فكرة التترباج دائما بندرس سيادتك ايه الحاجة اللي ممكن تقلل التكلفة بتاعتنا وبيه وبنشتغل على فكرة البيتي فان شاء الله بإذن الله فاندم المصانع دي كلها حاليا بيتم تنفيذها كمرحلة اولى وان شاء الله انتهاء في حوالي سيادتك 16 شهر جهاز مستقبل مصر والمحاصيل الزراعية خلال الخمس أعوام القادمين الرقم ده سيادتك احنا ده وفقا لحسابات وحسابات سيادتك يعني صحيحة ومؤكدة وهي حسابات متوضعة احنا بنتكلم على احلال واردات خلال الخمس أعوام القادمين على 2 مليون طن حيضيفهم الجهاز بنتكلم على 200 ألف طن دورة وحنسلط الدورة تحديدا سيادتك في هذا العرص اليوم اللي سيادتك بتشرفنا فيه افتتاح الصوامع والدورة وحنذكر سيادتك دلوقتي ايه المشاكل اللي بتواجهنا في الصناعات العلافية احنا امام 400 ألف طن سكر عشان نحاول نصل للاكتفاء الزيت لان احنا العجز دائما بيصل من 600 ل400 وهو متردد يعني فامام 3.7 مليار دولار احلال واردات بنتكلم عن زيادة من 20 ل 25% عن الرقم الحالي لصدرات مصر بنتكلم على 2 مليار دولار في زراعات وأنواع خضر متفاوتة سيادتك ومختلفة سوف يساهم جهاز مستقبل مصر بـ 5.7 مليار دولار سنويا عن طريق احلال الوردات للمحاصيل الاستراتيجية وزيادة حجم الصدرات سيادتك وجهت ان احنا فاندم يعني بعد التوسع الزراعي لمواكبة هذا التوسع ان احنا نعمل سوق ضخم يقدر ان هو يجذب كل المستثمرين في هذا القطاع ويكون لدور كبير جدا في الغاء دور الوساطة وتحديد السعر وايضا السياسة الزراعية سوق ليه دور كبير جدا حيقوم سيادتك هو حيتم انشاءه والانتهاء منه خلال 9 شهور تبقى لتوجهات سيادكم سوق يتناسب مع حجم التوسعات الزراعية واحد من اكبر الاسواق العالمية للتسويق تخفيض التكلفة الخاصة بالنقل توفير منتجات للمواطن بسعر مناسب احنا امام سوق افندم حجم التداول الخاص به 12 مليون طن في اسواق فاكهة وتلاجات موز واسواق الخضر والبقوليات واسواق الفاكهة الموسمية وايضا في مركز مال واعمال ضخم وفي برصة زراعية سوق حيكون ليه دور كبير جدا في الاقتصاد الزراعي في مصر والسادتك امرت ان يتم الاستنساخ منه زي ما فيه في غرب القاهرة يتم الاستنساخ منه في شرق القاهرة واحنا سادتك فيه تواصل مع مجلس الوزراء ان احنا ان شاء الله نبتدي فيه التنفيذ خلال شهر او شهر ونصف عنده صوامع تخزين الغلال احنا قدام سادتك حدث موجود يعني له فوائد عديدة اولا احنا بنتكلم على تصنيع داخل جمهورية مصر العربية بنتكلم عن شركة صيني قامت بتوطين الصناعة هنا سادتك في المصنع الخاص بيها وطورت منه التعاقد بالعملة المحلية لخمسمائة الف طن تعد سادتك ستاشر في المية من الساعة التخزينية داخل جمهورية مصر العربية بنتكلم على ان مصر سادتك فيها ساعة تخزينية ثلاثة وتمانية من عشرة اكبر سادتك صوامع متصلة الاريا الوحدة سادتك بيبقى فيها مية وعشرين الف طن اربعة اريا موجودين سادتك امرت بتنفيذ مية الف طن سادتك في العاصمة الادارية والجهاز يقوم على تنفيذهم يبقى يتنفيذوا الجهاز حاليا سادتك حوالي ستمائة الف طن بنتكلم على صوامع مجهزة بنظام لأول مرة يكون موجود في مصر هو نظام الدراير عندنا مجففات تقريبا بتجفف اتنين مجفف لكل اريا مية وعشرين الف طن تكفيف سادتك مية طن ساعة لها دور كبير احنا كنا بنتكلم دلوقتي عن الدورة وايه الفوائد اللي هتقع علينا جراء ذلك احنا بنتكلم ان الدورة دايما موعد للزراعة الامس اللي هو في شهر تلاتة واربعة عشان نسبة الرطوبة فهنا نقدر ان احنا ندخل هذا التحدي ان احنا نزرع في شهر يناير في اخر يناير في اول فبراير عشان اقدر اخذ النهاردة لان المجففات اللي موجودة بتنزل الرطوبة بعشرة في المية من الرطوبة بتاعته لان الدورة لازم يكون نسبة الرطوبة بتاعته لا تتجاوز من تلاتاشر لاربعتاشر في المية فده الحمد لله الاول مرة يكون موجود في مصر عشان يعني ما نروحش الفكرة التكفيف الشمسي الصروة الحيوانية احنا سادتك بنتكلم عن التنمية الشاملة ودايما سادتك بنبص التحدي فين وايه المشاكل اللي بتواجهنا الصروة الحيوانية في العالم كله بتشتغل على هو ده التحدي الرئيسي بتشتغل على المرعة المفتوحة فدايما التكلفة عندهم سادتك قليلة جدا في المناطق اللي احنا لكن احنا هنا بنتكلم على استهلاك مصر من اللحوم حوالي مليون طن مصر بتنتج منها سادتك خمسين في المية يستند جهاز مستقبل مصر في الادارة على الحلول المتكاملة احنا دائما احنا هنا سادتك بنزرع وعندنا مصانع علاف فبنتكلم على فكرة ان احنا عندنا حاليا سادتك مزارع تسمين لتمنتاشر الف رأس في تلات دورات عندنا مجازر سادتك في دومياط وفي اماكن متفارقة في السويس وفي الاسماعالية مية وخمسين الف طن وهو علاف سادتك للسروة الحيوانية والدجنة التنمية العمرانية سادتك هنا فاندم احنا هنا في استغلال كامل في الدلتة الجديدة لكل الموارد اللي تم ضخها في الدلتة الجديدة فدايما سادتك بتنادي بفكرة التنمية الشاملة ان احنا دائما كل ما يعني قدرنا ان احنا نعمل تكامل في التنمية بنقل للتكلفة على التكلفة السابتة او النهاردة عشان خاطر نعرف انه دايما ينبى معدل العائد على الاستثمار اكبر وسريع بنتكلم على تنمية مستدامة الهدف الرئيسي اللي يمكن الوصول اليه دون الاهتمام بالعنصر البشري فبنتكلم على مشكلة موجودة عندنا رئيسية هو العنصر البشري اعداد عنصر بشري قوي واحنا سادتك بنعمل على ده بنتكلم على مشكلة تانية 105 مليون مواطن على 9% من اجمال مساحة مصر وقع اختار سياداتكم افندم على اسم الدلتة الجديدة وهو يأتي من رؤية شاملة لمجتمع زراعي صناعي تجاري بنية تحتية ضخمة شبكات وطرق سكك حديدية وده بالفعل النهاردة سيادتك تم إنجاز جزء كبير ونسبة كبيرة منه بنتكلم بقى افندم على مجتمع عمراني أخضر يعني يتناسب مع فكرة التخلص من الكربون بحكم وجود مساحات خضراء كبيرة جدا بتمتص سانيو اكسيد الكربون احنا هنا قدام سيادتك مقاومات تكلم على مدينة بيئية قوية جدا ينفذها الجهاز مع اكبر المطورين العقاريين تكلم على استفادة من موقع بنتكلم على اقل انبعاثات كربونية بنتكلم على كبار المطورين بنتكلم على مساحات خضرة شاسعة اكبر البيوت الخبرة اهداف مجتمع اخضر تنمية شاملة مجتمع عمراني جازب استدامة تصدير عقار انا طبعا سيادتك فكرة ان احنا بنعمل مدينة بعد نجاح فكرة العاصمة الادارية بنعمل حاجة سيادتك في غرب القاهرة بنظام مختلف ونظام فكرة انها تعتمد على استستينابلتي احنا هنا فانديم لم يختصر دور الجهاز على مفهوم التنمية المعمرانية على فكرة اقامة مجتمعات عمرانية بل سيادتك بيشتغل الجهاز على فكرة النهاردة اصول الدولة الغير مستغلة وحاليا يعمل الجهاز على ان هو يطور من قرية توت اموني الموجودة في اسوان وده ايضا استغلال وجودنا ان احنا بنعمل مشروعات زراعية في مدينة اسوان من باب التنمية الشاملة دايما وبنتكلم عن التنمية المستدامة ان احنا بنعمل دلوقتي سيادتك 250 غرفة جديدة تضاف الى القطاع السياحي بمدينة اسوان القوى العاملة احنا انا فاندم يعني اسمحلي سيادتك دايما احنا بنتكلم على حجم كبير جدا من القوى العاملة في جهاز مستوى بالمصر واسمحلي ان انا اخرج برا الاطار يعني ولكن دائما سيادتك احنا بنجي نعرض على حضرتك مشروعات اقتصادية وساعات ممكن نقول ان المشروع كعائد اقتصادي ما بيكونش يعني قوي ولكن سيادتك دائما بتوصي بفكرة زيادة الايد العاملة واكتسابهم خبرات وهم حيبقوا اضافة للقطاع الاقتصادي للمصر والجمهورية مصر العربية ودائما احنا سيادتك بنحاول ان احنا نتبنى هذا التوجيه والحمد لله فاندم يعني بنحصد ثماره دائما احنا امام ستمائة في 2019 ستمائة عامل مرورا سيادتك بالنهاردة عشرين اربعة وعشرين اتنين مليون عامل فرص غير مباشرة واربعين الف فرصة مباشرة احنا مستهدفين سيادتك الرقم ده تلاتة ونص مليون وتمانين الف فرصة عامل مباشرة في عشرين سبعة وعشرين وبرضو احنا سيادتك ابا بنتكلم عن الدلتة الجديدة وبنتكلم عن هرم القيمة المضافة دائما يعني احنا سيادتك بنتكلم على عشرين سبعة وعشرين في خمس أعوام سابقين كل ما قدرنا أن نعظم الاستفادة ونحاول أن نستغل البنية التحتية كل ما دا سيادتك التكلفة الاستثمارية دي حتقل قدام العائد على الاستثمار القطاع الخاص والشراكات الدولية أكدتم سيادتكم على ضرورة مساهمة القطاع الخاص في العملية الإنتاجية والتسويقية وتذليل كافة العقبات وإحنا فندم بنقوم بالدور ده ومتبنين هذه الرؤية والهدف وبنعمل على جذب وتشجيع وزيادة استثمارات القطاع الخاص تأسيس عدد من الشركات في مجال الميكانة الزراعية وإحنا سيادتك مجال الخدمات الزراعية هو مجال حيبقى مجال ضخم كبير جدا لاستصلاح 4.5 مليون فدان سواء في الميكانة الزراعية أو في السلعة الوسيطة أو أسطيل النقل اللي حيتم استخدامها لأن قطاع زراعي بيزود مساحة الرقعة الزراعية بشكل سريع جدا فده برضو سيادتك أو سيتم أن إحنا نبتدي ونترحب لنظام الإي بي أو وإحنا ستك بنعمل على ده تحقيق مبدأ الفصل بين الإدارة والملكية وهنا نسلط الضوء على فكرة الملكية هي فكرة ضخ الاستثمارات الكبيرة التي لا يقدر عليها المستثمر في القطاع الخاص ثم إتحت الفرصة للمشاركة وتعظيم القيمة وتعظيم العوايد الخاصة به التعاون في مجال التصنيع الزراعي وتأكدت يعني كل الأبحاث سيادتك ونظريات اللي موجودة أن أي تصنيع زراعي بدون مادة خام لقيمة له وإحنا حاليا سيادتك بكتير من الشركات القطاع الخاص ولسه يعني حققين عاملين سيادتك نموذك شراكة مع شركة من أكبر الشركات اللي موجودة في التصنيع الزراعي بحكم وجود المادة الخام وده تكسيد حي على فكرة أن الدولة هي اللي بتتبنى فكرة الضخ الكبير على هذه الاستثمارات ويأتي بعد ذلك دور المستثمر من القطاع الخاص شراكات دولية في كافة المجالات وإحنا سيادتك ده بنحققينه مع شركات روسية والصينية وحاليا فيه مذكرات تفاهم سيادتك ونعمل على ذلك سيادتك بأسرع وقت ممكن مقاومات النجاح إحنا أمام سيادتك مورد بشري دائما سيادتك كما ذكرنا إن إحنا أمام مورد بشري بنحاول نعده دائما عشان يخش سوق العمل ياخد مقاومات كبيرة جدا بيتضرب في مشروعات كبيرة يعني لم يتمكن القطاع الخاص من تدريبه في هذه المشروعات لأنها مشروعات ضخمة جدا ومتاحة لهم بنتكلم عن رقمانة وتكنولوجيا المعلومات نتكلم سيادتك عن تحول رقمي دور كبير جدا في عملية الرقمانة وتكنولوجيا المعلومات من أول ما البنية التحتية اللي احنا بنقوم بها في الأرض مرورا بإزراعة عمليات المسح الرقمي والبصمة الطائفية وحاجات كتيرة جدا لتحديد حتى كمية المياه للنبات بياخدها وإيه الكمية المسلة لها ومرقابة الخزانات الجوفية والمياه السطحية وإحنا هنا برضو سيادتك وأيضا التنبؤ وفكرة data analysis والصوات analysis إحنا دائما بنشتغل عليهم بنتكلم عن بحس علمي بالاشتراك مع مراكز البحوث الزراعية وسيادتك كليات الزراعة في مختلف أنحاء الجمهورية بنتكلم عن برصة سلعية وإحنا هنا سيادتك بنعد لشركة تحول رقمي بالاشتراك مع وزارة الزراعة ووزارة الراي حيكون لها دور كبير في الاقتصاد الزراعي المصري نتكلم عن شركاء النجاح حقيقة سيادتك فنم هو فيه تعاون كامل جدا والهدف الرئيسي هو إنجاح الدولة المصرية الجهاز لا يعمل لوحده مفردا بل مع كل الوزارات ولكن على سبيل المثال وليس الحصر بنتكلم على وزارة الزراعة والتعاون في زراعات الإكسار وتجارب التقاوي وتوفير واعتماد التقاوي بحص زراعية تحليل تربة إجراءات تصنيف حقلي جهد كبير جدا من وزارة الزراعة وأيضا وزارة الكهرباء اللي بتنفذ أكتر من 3500 ميجا فولت أمبير في جميع أنحاء الجمهورية لمشروعات الدولة أنا بتكلم بس ستك على جهاز مستقبل مصر ولكن تنفذ في توئتات سريعة جدا ودايما بتسعفنا فيه الخطة الزمنية بتكلم على وزارة الموارد المائية والرأي توصيات كبيرة جدا دي هيتحكم سيادتك والرقابة على المخزون الجوفي والرقابة على المياه ودايما سيادتك فيه يعني دعم كبير جدا ودعم فني في محطات معالجة الصرف الزراعي والمآخذ اللي موجودة سيادتك اللي احنا بنستخدمها ووزارة الاتصالات والتخطيط ووزارة البترول والصروة المعدنية ده فندم حاجة بسيطة من الشركات التي تتعامل سواء في مجال البنية التحتية أو في مجال الاستزراع أو في مجال الخدمات الزراعية اللي بتتعامل مع الجهاز وأيضا المكاتب الاستشارية احنا بنتكلم في ألف شركة سيادتك وأكتر من 200 مكتب استشاري بيتعاملوا مع جهاز مستقبل مصر مستقبل مصر فيه أرقام سريعنا فندم احنا كنا بنتكلم على الماضي وبنتكلم على الحاضر والمستقبل الحاضر ما نحن فيه وإحنا أطلعنا الحضور عليه لكن احنا بنتكلم على المستقبل اللي بنوعد سيادتك بي فندم وبنوعد الشعب المصري بنتكلم على 4.5 مليون فداني الإصلاح بنتكلم على أيدي عاملة 3.6 مليون بنتكلم على رأس مال عامل 675 مليار بنتكلم على إنتاج محلي 25 مليار جنيه بنتكلم على إحلال واردات 3.7 مليار دولار بنتكلم على أكتر من 1200 شركة بنتكلم على مصانع 34 مصنع بنتكلم على انتشار في جميع محافظات الجمهورية بدلا من 18 محافظة بنتكلم على 33 ميجا فولت أمبير في جميع مشروعات الجهاز بدلا من 700 ميجا فولت